بكده خلصنا الحديث الساعة نروح لأخبار الاهلي كرة اليد اللي محيارانا وتعبتنا وجمهور وراها النهاردة بتلعب في الدور قبل النهائي وصل الدور قبل النهائي لبطولة كاس مصر كسمة نادي سبورتك في اسكندرية النهاردة 28-26 ماشاء الله عليهم ماشيين كويس جدا فريق كرة اليد النهاردة بيوصلوا للدور قبل النهائي وكمان هيقابلوا في دور قبل النهائي حد يعني فرقتين لسه بيلعوا في الدور الممتاز او بيلعوا في دور المحترفين الكسبان من المعادي والزهور الموضوع بقى قريب لان النادي الاهلي هو حامل لقب بطولة كاس مصر الموسم الماضي الجنب التاني نادي الزمالك ونادي طلاع الجيش ومبراه قويا مبراه صعبة لان نادي طلاع الجيش كان لسه كسبان نادي الزمالك قريبا جدا في دور المحترفين النادي الاهلي لسه كسبان يوم الخميس اللي فات هو بقاله تلت تلت يعني تلت ماتشاط بيسافر اسكندرية سافر لأصحاب الجياد في دور ستتاشر وكسب خمسة وعشين تساعتاشر وكمان راح نقل الاسكندرية يوم الخميس اللي فات كسب نادي سبورتجن تلاتين اتنين وعشين في بطولة دوري المحترفين والنهاردة في كاس مصر ما شاء الله على الفرقة الفرقة مكتملة معادة كابتن الفريق كابتن اسلام حسد اللي بترمناله العودة سريعا من الاصابة هو دورتي في مرحلة التأهيل الرياضي او تأهيل الطبي فيه تأهيل قوي جدا بيحصل خارج مصر وان شاء الله هيكون متواجد الاسبوع القادم نحاول نجيبه ونحاول نتكلم معاه ونشوف وصل لإيه لكنها متابعة معاه ان الأمور الحمد لله كويسة بكده دور القابلة هيتحدد الزمالك تلاقي على الجيش الاهلي هيقابل كسبان المعادي ونادي الظهور ده تبنى لهم التوفيق في المرحلة الجاية الاهي ناقص له مطشين في دوري المحترفين ناقص له الجيش وناقص له نادي الزمالك لو فاز في المطشين يروح يلعب مباراة فاصلة مع نادي الزمالك بإذن الله على بطول الدوري المحترفين هنسيب اليد ونروح للكرة الطائرة كرة الطائرة ونجوم الدهب ونجوم الكرة الطائرة بقيادة الكابتن محمد بصلحي النهاردة بيلعبوا مع نادي الشمس في دوري الكرة الطائرة المطشي بتأجل من قبل كده النادي الآلي بيحتل المركز الرابع برسيد ستة وتلاتين نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي طلع الجيش المتصدر الأهل لسه ناقص له ماتشين بتأجلين لأن النادي الأهل يتأجلوا كذا ماتش ساعة ما كان نادي الأهل بلعب البطولة العربية اللي فاز بيها في مصر وكان فاز على نادي الزمالك في المباراة النهائية كل أمنياتنا الطيبة لفريق الكرة الطائرة بيها النادي الأهل لاستكمار مسيرته ودائماً وأبداً على ملصات التتويج ومدليات ونجوم الدهب هنخلينا مع كرة الطائرة ونروح لسيدات الكرة الطائرة وبقيادة الكابتن حمدي الصافي المدير الفني النهاردة دلوقتي في نفس التوقيت بيقابلو نادي المؤولين العرب في صادح المؤولين العرب بالجبل الأخضر النادي الأهلي بيحتل صدارة الترتيب واحد وخمسين نقطة ما شاء الله العلامة الكاملة بفارق حداشر نقطة عن نادي الزمالك نقطة فرقتنا ما شاء الله الغól أيضاً دلوقتي لعلامة الكاملة النادي الاهلي او كابتر حمد الصافي عايز يخلص الدوري بدري بدري علشان يستعد لي البطولة الافريقية اللي هنستضفها على صالتنا في شهر اربعة والبطولة مقامة اتحاد الافريقي قرر اقامة البطولة مزيد اتحاد الافريقي لكرة اليد او الكرة السلة اتحاد الافريقي لكرة اليد قال ان البطولة الافريقية اللي هتقام في الجزائر الاندية لغاها بسبب فيروس الكورونا وكمان نفس الكلام لاتحاد كرة السلة الافريقي لغى البطولة الافريقية لكرة السلة خلينا مع الطايرة وناشية الطايرة وفريق تسعتاشر سنة بقيادة كابتن حسام شعروي مدير الفني الاهلي خلاص وصل ليه قبل النهائي لبطولة الجمهورية مع عنديت الزمالك والصيد في المجموعة الاولى مع عنديت الزمالك والصيد الدقي ونادي الشمس الفريتين هيتلاقى المرحلة دي هتلاقى من دورين رايح جاي الفريتين الاوائل الاول والتاني هيتاخدوا يروحوا يلعبوا في الدور النهائي الاهلي كان كسب كل مطشواته في الدور التمهيدي ما شاء الله ان احنا عندنا قطاع ناشئين مبشر جدا بالخير فعلا لفريق الكرة الطايرة ونجوم الذهب دائما 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 بيتألقوا من الصغر الى المراحل الفريق الدرجة الاولى